ما هفارجكش واصل يا بي لو آخر يوم في عمري الصوب يقول إنه هياخدك بطريقة؟ كأنه لي دلال عليك؟ أنا مهبشيش مني هنا إلا لو جاناها بك قلت لي أمشي معه سكيش شوف يا روح أنا عايز أعرف الحكاية بالتمام عايز أعرف الحقيقة الحكاية قلتها لك يا بي خليل سايج عليك سحار كبير عشان يفتح له كنز ويجند له خدم وسايج عليك رجالة الجبل ومطارده عشان تحمى تصيرتك وسط الخلق ولا ننويش ينجحك في الانتخابات ولا يكسب أبكرش واحد والحكد اللي في قلبه ناحيتك أسود غطيس وحالف إنه يخليك على الحديثة أما الله خليل جالب الدنيا عليك وعايزك بأي طريقة ها؟ فكيف هيا سير؟ قولي يا أبا اتكلمي دهري قولي للحديقة يا جنابل بي في موال حاصلك تيه وخايف أقول لك عليه لا 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 ما تخافيش سرك في بير محدش هيعرف بيه غيري ولا حتى الست الهانم الكبير عشان ما تخافش مني تخاف منك؟ لا ولا الهانم الكبير أصلا أنا بيجيني الليس الحافي في المنام إيه؟ الليس الحافي؟ حتي يسمحك يا بيه؟ أه حاضر حاسكت هو قط حاسي قولي يا روحا قولي يا جنابل بيه أنا ما عرفاش مين الليس الحافي جاني مرة هنا عند خليل ليلة ما روحت له وقال لي لو بجيتي مع عدلي حن تجبر خليل لو بجيتي مع خليل حن تجبر عدلي هو جال لي في كده؟ أيوة جمت من النوب مزغوفة وخايفة وحكيت لخليل وجال لي إن جنابك أنت اللي جزلته وهو ديري ومرديش يبلغ عندك والد الكتابة هو اللي شاب السم دي الله هو اللي عارف مكان عيالي الليس وناسه هو اللي سمه وهو اللي جال لي إما ده الصناع الشريش الليس حيطير من على وش الأرض يا بي أنا ما فهماش حاجة واصل من الجصة دي وبيخاف من السيرة كلها كمين الليس الحافي شكله يخوف ويصغف وبيجيني كتير لا 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 متخفيش هو مات مات أنا أحكيلك الحكاية